روضة الشهداء باب البكوش ببلدية الأرجام معلم يؤرخ لمعركة قاهرة تكبد فيها المحتل الفرنسي خسائر فادحة على يد جيش تحرير هذه باب البكوش كان الكوماندوش والكتائب هنا كانت معركة كبيرة لأنه انتظرنا على العدو لأنه دينات لاحو دينات كلش ودرنات تاريخ في فرنسا وفرنسا راح تبكي الاستعمار خسائر كبيرة يومين وحنا هي المعركة مصمرة وحنا كنا حذروا يقولوا المعركة كانت عباب البكوش ولا المعركة المنطقة كاملة كانت في لانيرت وكانت المعركة كبيرة وكانت ناجحة وكانت المعلومة التي أعطتها فرنسا وروحا كانت فيها حوالي خمسمائة عدسا كري فرنساوي ماتوا ماتوا ولأن الذاكرة في صلب الاهتمامات احتضنت جامعة تيسمسيل الملتقى الأول حول بطولات الثورة في منطقة الوانشريس تخص هذه المداخلات مجالة مختلفة من الثورة التسليح مذكرة المجاهدين العمل السياسي العمل العسكري العلاقات بين مختلف الولايات وكلها تصب في إطار صيانة الذاكرة الوطنية وتقديم نموذج أكاديمي في مجال البحث التاريخي الأمانة الأبدية لأمانة الشهداء ننقلها بقيمها ننقلها بما تحتويه من زخم تاريخي ومن زخم حضاري إلى الأجيال تخليد هذه الأحداث التاريخية هو وفاء لتضحيات شهداء الجزائر الأبرار